اشتركوا في القناة البارح 24 مارس 2022 اتأجلت الى يوم الجمعة يعني اليوم ان شاء الله وهذا بسبب اضطراب في حالة البحر تقرر تأجيل الرحلة البحرية لنقل المسافرين من وهران الى اليكونت التي كانت مبرمجة يوم الخامس 24 مارس 2022 الى يوم الجمعة يعني اليوم 25 مارس 2022 بداية سعود المسافرين على متل السفينة على الساعة يعني باش يبدوا يدخلوا للسفينة على الخمسة انتع العشية هذه المعلومة اخواتي اخواتي اجبتها من انفو ماريتيم بورتير اوناجيغي هذه يعني الصفحة الرسمية تحهم هما اللي حطوا المنشور هذا اخواتي ملاحظة قل لك صاحب الصفحة قل لك سألني احد المتابعين في حالة تأخير الرحلة بسبب الاحوال الجوية من هو الذي يقرر ان كانت السفينة ستبحر او لا جوب صاحب الصفحة وقل لك المهم سلامة السفينة وهو القائد وبعد اطلاعه على النشرية الجوية الخاصة بالمنطقة التي سيبحر فيها وبحكم الخبرة في الميدان هو الوحيد من يقرر الابحار او لا ولا يمكن في اي حال من الاحوال فرض او الضغط على القائد لانه على سلطة في السفينة ومسؤول امام الله وامام القانون باحكام ثقيلة في حالة المجازفة بالارواح كذلك في الميدان البحري هناك قاعدة اساسية وهي السلامة اولا والسلامة اولا والسلامة اولا يعني تتأجل الرحلة وكل عطلة فيها خير خوتي المهم الناس اللي رح اللي رح محاضرين معانا بلغوا خوتيكم بارتاجوا الفيديو باي سمعوا بها خوتيكم وباي ما يتأخروا ش عن الرحلة التاحة من شاء الله وباش ما يقولوش هم الغاوها اولا المهم هي تأجلت ملغاش السفينة ستبحر اليوم على الساعة الديستر يعني على الساعة الخمسة انتعلش يا ان شاء الله فتكم بهذه المعلومة اخواني اخوتي اي معلومة جديدة اي خبار جديد ان شاء الله راني هنا راني حاضرة معاكم ديما بقلبي كما يقولوا قلب ورب اخوتي 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 اشتركوا الفيديو وديروا جيم للقناة ما تنساوش كما العادة نقولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته